السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الفقرة الماشي مع الحجة الفاضلة أم أسامة من كاندا مونتريال واللهم فرج كربها في الوقت الحاضر الغوطة تحتضر الغوطة الشريفة غوطة العزة غوطة الشام لها أربع أبناء فلا حبذة قدمت لنا كلمة حجة أم أسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عندي أربع أولاد الغوطة الشرقية بسوريا يا مسلمين يا مسلمين هبوا لنجدتهم هبوا لنجدتهم الغوطة تحرق بالنابال بخنابل بالصواريخ الروسيا عم تجرب أسلحتها القوية عم تجرب كل أنواع الأسلحة فيهم هذول أخوانكم أخواتكم الأطفال أولادكم النساء أخواتكم هبوا يا مسلمين لنجدتهم هبوا لنجدتهم يا مسلمين تحركوا ولو بكلمة ولو بتبرع لهم والتبرعات كلها بتوصل لهم اللي عم بتبرع لهم التبرعات بتوصل طبعا جزاك الله خير قدمتي الحمد لله اليوم في العشاء الخيري في مونتريال كرم عظيم جزاك الله خير طيب أكيد ليل وإنهار بتدعي لأولادك وبتدعي لأخواننا وأخواتنا أولادنا وبناتنا كلهم في الغوطة وفي الشام فماذا لو وصلك خبر إن أولادك رح يشوفوك ويجتمعوا معك بكاندا قريبا جدا طيب هل ستكون فرحة كاملة يا ريت أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقق لهذه الأمني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يجمعني أولادي بسلام وبأمان أسأل الله العظيم يحقن دماء المسلمين بسوريا وبغير سوريا أسأل الله العظيم إنه يحقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض أدعو الله إنه يعز الإسلام والمسلمين ويعلي كلمة الحق والدين آمين آمين هل وصلت رسالة معينة من أبنائك أو متى وصلتك وكيف ما هي الرسالة اللي وصلتك من أبنائك الأربعة في الغوطة اليوم اليوم اتصلت أه اتصلت بالأول ما رد بالتاني ما رد بالتالت ما رد الرابع رد هو بالمرة بالمرة يا أسان نيران نيران عم تحرق الأخضر واليابس عم تحرق الحجر والشجر ما عم تترك حدا سبع ساعات لقدر يوصل على الأبو خمسمائة متر بس قطع من روح الله إلا القوم الكافرين أبداً لا تقنطوا ولاته أسوه رب العالمين جل جلاله قادر إنه يقول للشيئكم فيكون جل جلاله ربما محضر لكم مفاجأة بآخر لحظة ربما رب العالمين من محب تقولكم حاب بشوف اللي فعلا المجاهد الحقيقي والمسلم الحقيقي من المسلم اللي اللي له غايات تاني الله ونرجو الله عز وجل حتى ولو إنه هلأ بلحظاتهم الأخيرة والحصار صار جنبهم والقصف عليهم هن بالذات دائرة ضيقة صارت عليهم والأبنية كلها نار شعل نار حوليهم ومع هاد قلت لهم ورح أضل قلهم لا تي أسوه لا تقنطوا من رحمة الله ما دام ربكم بالوجود حاشة لله إنه نقنط إن شاء الله رب العالمين ينقذهم يغيثهم يرحمهم برحمة الواسعة أرجو من الله أن يجرهم أرجو من الله أن يعينهم أن يتلطف فيهم أن يعتف عليهم رب العالمين أهنم مني أهنم منهم الله يفرج كرباهم الله يفرج كرباهم ويحمي كندا اللي أيضا أوت المظلومين واللاجئين وكلمة بشأن كندا عندك حجم أسامة والله كندا ما قصرت أبداً أبداً كندا استقبلتنا أحسن استقبال عملت لنا رواتب شغلتنا وأطعمتنا وجبرت خاطرنا كندا قليل من أمثالها دولة كندا كتير 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 طلعت منيحة معنا ونحن نتشكرها لكندا كتير 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 نتشكرها نحن المسلمين السوريين حتى غير السوريين اللي موجودين بكندا كتير مرتاحين ونرجو الله عز وجل أن يكتب الرحلة